تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال يرافقه المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق أعمال تطوير القاهرة التاريخية ورفع المخلفات يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمري والعمراني لهذه المنطقة وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيق العمراني وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعود أو يعيد للعاصمة بريقها ومكانها